هذا السؤال يقول لي أنشئ جدول الصواب للعبارة ليس P و ليس Q أول شيء سنفعله نضع احتمالات P و Q عندنا احتمالات P ستكون صواب صواب خطأ خطأ احتمالات Q ستكون صواب خطأ صواب خطأ الهاكن المطلوب عندي في السؤال هو ليس P يصير نضع احتمالات ليس P ستكون عكس احتمالات P يعني ستكون خطأ خطأ صواب صواب بعد كده نجي لاحتمالات ليس Q ستكون عكس احتمالات Q يعني ستكون خطأ صواب خطأ صواب نقدر الآن نجمع بين ليس P و ليس Q بعبارة الوصل الناتج سيكون عندي خطأ و خطأ الناتج خطأ وبعدها خطأ و صواب الناتج برضو خطأ و صواب و خطأ الناتج خطأ صواب و صواب الناتج صواب عددا شكرا